يعني أنت محتاج تبني بلد ونص مثلاً قد مصر يعني لو كان معدل النمو في مصر أي حاجة أربعة أو خمسة في المية أنت محتاج كام في المية لكي تستطيع أنك تواكب هذا النمو السكان معدل النمو الاقتصادي تقصوا دي أعتقد أنه لازم نضاعف على الأقل لو بنحقق معدل نمو اقتصادي 2% ده بالكاد يساوي تثبيت مستويات المعيشة الراهنة بدون أخذ في الاعتبار أي أشياء تتعلق بتوزيع الدخل أو دي أشياء سنوية في هذه الحال ده الحد الأدنى لك علشان الناس تبدأ تحس أنه فيه فرق في مستوى المعيشة ليس أقل من 6% علشان إحساس بسيط يتحقق علشان تضاعف الدخل مرة كل 10 سنوات أنت محتاج معدل نمو سنوي ما بين 7% و 8% دي إحنا أشياء ما زلنا بعيدين عنها جداً علشان نتخيل برضو الصورة سكانياً مصر إحنا ترتبنا في العالم نمرة 14 من حيث حجم السكان في الصين نمرة واحد الهند الولايات المتحدة إحنا نمرة 14 في ده إحنا نمرة 40 في الدخل المحلي الإجمالي أنت في السكان 14 لكنك في الدخل النتج المحلي الإجمالي أنت 40 الفجوة دي كلها فجوة فأر الفجوة دي كلها فجوة سكان كثيرين وإنتاجية محدودة سكان كثيرين والنوعية بتاعتهم أقل من أنها تساهم في الإنتاج بما يساوي وزنهم في عدد السكان السكان